السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام بحضراتكم. معكم محمد حسين. ان شاء الله درس النهاردة عن السؤال والاخبار عن الوقت. ازاي نسأل ونجاوب عن الوقت. عن الساعة. اه قبل ما نبدأ في الدرس يجد اسفل الفيديو لاختبار تقويمي. ان شاء الله ان شاء الله. اه ان شاء الله زي السؤال عن الوقت زي احنا شايفين على الصبورة. السؤال عن الوقت. ممكن ان نقول. what's the time? what's the time? نفس الصيغة. what time is it? what time is it? what's the time? ما هو الوقت? او كم الساعة? what time is it? كم الساعة? كم الساعة? لو انت بتسأل على شيء محدد. ممكن ان نقول what time is? what time is? وهنا نضيف. for example. what time is the art class? ما هو وقت حصة الرسم? what time is the art class? what time does? السيغة الاخرى what time does? اذا جت what time does? فهتعمل طبعا زمن present symbol. مضارع بسيط. فأتي بعدها subject plus verb. for example. what time does the art lesson start? نفس السؤال الذي قبله. what time does? the art lesson subject start verb. هنا عندي الاجابة عن الوقت. يجد كذا صيغة. كذا صيغة. او صيغة اذا كانت الساعة تماما. ساعة تماما. مثلا ساعة واحدة تماما. الثانية عشر تماما. الخمسة تماما. نقول. it's it's plus the hour plus o'clock. for example. it's eight o'clock. it's eight o'clock. it's eight o'clock. الساعة الثامنة تماما. الساعة الثامنة تماما. هنا الصيغة اخرى. اذا كانت عن في صيغة ممكن نقول الساعة ثم ايه الدقائق. مثلا الساعة الثانية وخمسة عشر دقيقة. او الساعة الوحدة وعشر دقائق. فنقول it's plus the hour plus the minute. plus the minute. for example it's two forty. it's two forty. it's two forty. it's two forty. هنا اذا كنا نريد ان نقول ساعة اخرى وهي و او الا. وهي الصيغة التالية. نأتي بالدقائق. نقول it's plus the minutes. الدقائق. the hours. هنا بمعنى و. فنقول it's plus the minutes. plus the minutes. plus the hour. بمعنى و. for example it's half past nine. it's half past nine. الساعة التاسعة والنصف. هنا تكون الساعة التاسعة والنصف. يعني بمعنى على الصبور هنا التاسعة والنصف. التاسعة والنصف. nine it's half past nine. اذا اردنا نقول الساعة الا. مثلا الساعة العاشرة الا ربع. الخمسة الا عشرة دقائق. فنقول it's plus the minutes plus two. two بمعنى الا هنا. plus the hours. for example it's ten to one. it's ten to one. it's ten to one. تكون كالتالي. it's ten to one. معه بمعنى ساعة الواحدة لعشر دقائق. ساعة الواحدة لعشر دقائق. تمام من حضرتك. من حضرتكم تكونوا سفدتم ان شاء الله من الدرس. لا تنسوا الاجابة على على الاختبار التقويمي. the quiz assignment. اللينك اسفل الفيديو. لو في اي تعليق ارجو كتابته اسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل share ولايك للفيديو. شكرا لحضرتكم. وعركم في درس القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.